في مقابلة له مع محطة دي دابليو أشار مدير برنامج منظمة الإغاثة المسيحية الأركزياكون عم نويل يخناء التابع لكنيسة المصرق الأشورية أن عدد المسيحيين الذي لا يزالون يعيشون في العراق يبلغ نحو ربع مليون مسيحي يعيش ثمانون في المئة منهم في كردستان وفي نينوى أما الباقون فيعيشون في الأجزاء الأخرى من العراق موضحا أن المسيحيين هم السكان الأصليون للعراق وهم يعيشون فيه منذ ألفي عام وقبل ذلك كان الشعب الآشوري يعيش في هذه البلاد قبل مجيء العرب والإسلام بفترة طويلة أما اليوم فهم أقلية وجوابا على سؤال حول وضعهم الإنساني الحالي قال يخنى قبل أن تتفجر العداوة بين كردستان والحكومة المركزية في بغداد كان كردستان العراق مكانا جيدا للعيش ليس فقط للمسيحيين بل أيضا بالنسبة إلى أقليات أخرى مضطهضة وبعد الاستفتاء على الاستقلال ورد الفعل القوي للحكومة المركزية بات الناس قلقين جدا وقد حزم المسيحيون أمتعتهم استعدادا للهرب في أي وقت لأنه إلى حد الآن لم يعرف من سيحكم هناك وكيف سيكون المشهد السياسي بعد استرداد المنطقة من ما يسمى بالدولة الإسلامية وتفجر النزاع بين الحكومة المركزية العراقية والمنطقة المستقلة الكردية ولهذا نحن نعيش في فترة عدم أمان وأضاف يخنى بصرف النظر عن الحجج والتعليلات المضادة لها بشأن الاستفتاء حول الاستقلال في كردستان اتضح لنا بسرعة أنه يتم استغلال الاستفتاء كذريعة لبث عدم الاستقرار في كردستان وكنا ننتظر أن يكون النموذج الكردي في التعامل مع الأقليات قدوة بالنسبة للأجزاء الأخرى من العراق وليس العكس والآن تأتي الحملة الانتخابية ويحاول كل سياسي استغلال الوضع لانتزاع المكاسب وتابع كأقلية مسالمة سنشعر بأننا في وطننا عندما نشعر بالأمان ولذلك نحن ندعو أربيل وبغداد ولسيما بغداد للاستماع إلى صوت الحكمة والجلوس على طاولة الحوار وإيجاد الحل للمواقف المختلفة وهذا سيعيد ترميم ثقتنا نحن نحتاج بسرعة إلى مخطط طويل المدى لإعادة بناء كل شيء مادي والعودة مجددا إلى هذا التعايش السلمي بين الجميع وهذا يحتاج إلى مقاربة متعددة الجوانب من خلال وسائل الأعلام ومراجعة القوانين والدستور وكذلك تعديل مخططات التدريس وختم يخنى بمطالبة المجتمع الدولي أن يربط مساعداته للحكومة العراقية أو الكردية بشرط حماية حقوق الأقليات ترجمة نانسي قنقر